متابعي قناة أسرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها موضوع القضية الفلسطينية كيف تم تناولها في تونس من قبل الرؤساء الثلاثة وكذلك التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية وأمام التطورات الميدانية نلاحظ تفاعل الشعوب العربية مع الأشقاء الفلسطينيين اللي يضمنوا معهم شعب تونس، شعب الجزائر، وشعب الأردن اليوم مواقع أخبارية ووكالات أمبي يعني تروج لخبر أن الشعب الأردني قطع السياج الفاصل بين الأردن وفلسطين ونجح في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية لأول مرة هبة شعبية من شعب الأردن كذلك نلاحظوا وأنه فما زاد في تونس عديد الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة التنسيق التونسي المصري وتدخل الأمريكي وهذا ما أثار جدل واسع في الأوساط السياسية في تونس خبر يأتي من أمريكا وانقالت جين ساكية المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الخميس قالت أن مصر وتونس ودولا أخرى في المنطقة يمكنها أن تلعب دورا في المدى القريب لتهدئة صراع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين برشا نيست سئلة عليش تم ربط تونس بمصر نتفكروا أن نس الكل ونعرفوا أن نس الكل وأن تونس هي العضو غير الدائم في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي وبالتالي عندها قيمة اعتبارية كبيرة برشا كدولة عضوة غير دائم وبتابعة الحال كين رئيس الجمهورية أعطى تعليمته لعقد جلسة عامة في مجلس الأمن الدولي ولكن فشلت الجلسة الأولى في إصدار بيين بسبب استعمال أمريكا لحق الفيتو ورفضت أمريكا إصدار بيين يدين إسرائيل وقالت اللي هذا بش يكون حاجة تزيد توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي أشرق الأوسط وما هيش بش تحسن الأوضاع وتحسن الأمور ولكن أيضا نتذكر نسي كل مع بعضنا اتصال نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي اتصلت برئيس تونسي قيس سعيد مؤخرا في اتصال هاتي في ترقفي لعديد المواضيع سواء التونسية اللي تم شأن السياسي التونسي والأزمة السياسية والدستورية التونسية أو كذلك القضية الفلسطينية الاتصال متع نائبة الرئيس الأمريكي ما جيش من فراخ مش معنها حابة تتكلم رئيس التونسي ولا عليش مش رئيس الجزائر أو رئيس دولة أخرى اللي لأن تونس عندها كما قلت مكانتها الاعتبارية وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وعند اعتبار وتونس بادرت في مناسبتين لعقد الجلسة الأولى اللي حكيت عليها وفشلت وبعد ما فشلت الجلسة الأولى عودة تونس طالبت بعقد جلسة ثانية في مجلس الأمن الدولي وللأسف أيضا الجلسة هذه فشلت كذلك وما تمش الاتفاق رغم أنه فيما عديد الدول اللي دعمت الموقف التونسي كما فرانسا كما برشا دول وكان هذا الموقف بالتنسيق مع فلسطين أيضا الرئيس التونسي قيس سعيد اتصل برئيس الفلسطيني محمود عبيس واتصل أيضا بعديد الأطراف الفلسطينية اللي تمثل الفصائل الفلسطينية المختلفة رجد الغنوشي أصدر بيان باسم رئيسة المجلس أصدر بيان أيضا باسم حركة النهضة شفنا عديد القيادات اللي تصدر بيانات وتدوينات وتصريحات على القضية الفلسطينية شفنا الشعب التونسي مكونات المجتمع المدني التونسي عملوا تحرك احتجاجي نصرة للقضية الفلسطينية وتضامنا مع القضية الفلسطينية لكن اليوم الاتصال أو التصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض أثار جدل ويسا علق عليها النائب عن اتلف الكرامة عبدالتيف العلوي اكتب تدوينه وقال تواترت تصريحات الأمريكان بأن تونس ومصر من بين البلدان القادرة على الدفع نحو التهدئة في فلسطين هذه التصريحات لا تريحني أبدا وهذا الرابط بين تونس ومصر ثم بين تونس وتهدئة مريب ومخيف عندما نعرف الدور القذر الذي تقوم به مصر السيسي دائما في كل مواجهة مع غزة وفي خنق المقاومة وعندما نعرف مفهوم التهدئة لدى الأمريكان والذي يعني فرض شروط الاستسلام على فصائل المقاومة في غزة وعندما نقرأ تصريحات هنية التي أكد فيها تعروضهم لضغوط عربية كثيرة من أجل التهدئة عندما نتذكر أن الرئيس اتصل بهنية بعد اتصالي بنائبة رئيس بايدن مباشرة بشكل مفاجأ وغير متوقع من جل التونسيين ونربط كل ذلك بمواقف الرئيس السابقة من أن التطبيع شاء داخلي للبلدان بعد أن كان خيان عظمى ومواقفه من الإسلام السياسي وتحالفه الذي صار معلنا مع السيسي وتصريحه العجيب كل مواقف مصر تلزمنا عندما أضع كل هذه المعطيات في تنجرة مخي شقي أشوم رائحة طبخة مسمومة على حد تعبير عبدالتيف العلوي وفي قراءة لهذه التدوينة نلاحظوا أن عبدالتيف العلوي ربط بين اتصال نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الجمهورية وبعدها مباشرة قيس سعيد اتصل بطرف من الفصائل الفلسطينية إسماعيل هانية وهذا الاتصال كان مريب وأثار جدل ويسع وتم الفهم من خلاله أن أمريكا أرهدت من خلال تونس أن تضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل التهديئة ومن أجل وقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل من بين زادة التحركات اللي في تونس نلقا وإن وراجد الغنوشي أيضا يتابع باهتمام كبير القضية الفلسطينية وتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وأكد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب يوم الخميس في مكالمة هاتفية مع إسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأيضا التصل بخالد مشعل رئيس الحركة بالخارج أكد التزام البرلمان التونسي بوجيبه تجاه القضية الفلسطينية ودعمه شفنا عديد القيادات السياسية أيضا تصرح وتدافع على القضية الفلسطينية شفنا برشة تصريحات شفنا برشة تدوينات وبرشة تغريدات على موقع تويتر على كل المواقع الفيديوهات المنتشرة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية والتطورات الأمنية الخطيرة في القدس أيضا كانت محل متابعة كبيرة 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 برشة في تونس كذلك كبيرة في مختلف الأوطان العربية وكل الشعوب تعبر على تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولكن اليوم هناك تطورات وهناك إرادة أمريكية لفرض نهج الوقف إطلاق النار من قبل الفصائل الفلسطينية وعدم التصعيد هذا طبعا بإرادة أمريكية وأمريكا تريد فرض هذه الأمور من خلال تونس ومن خلال مصر خاصة وأنه فيما تنسيق تونسي مصري وزيارة قيس سعيد إلى مصر مؤخرا كان فيها جدل كبير بعد ما قال قيس سعيد أن تونس توافق على كل المواقف المصرية وهذا كان جدل كبير برشة أثار غضب خصوم الرئيس التونسي قيس سعيد لكن في كل الأحوال يعتبر موقف تونس مشرف حتى وإن فشلت في إصدار بيان في مجلس الأمن الدولي ولكن تونس بشفة عضو غير دائم في مجلس الأمن استطاعت عقد جلستين في المجلس حول التطورات الخطيرة في فلسطين ولكن فشلت لأنه إصدار بيان في مجلس الأمن يتطلب موافقة 15 دولة عضو دائم في المجلس بما أن أمريكا رفضت بالتالي فشل المجلس في إصدار هذا البيان ولكن يعتبر الموقف التونسي مشرف جدا هذا بشهادة العديد من المحللين والمتابعين وأيضا حتى الشعب التونسي رغم الاتهامات التي وجهت إلى قيس سعيد في البداية ولكن قيس سعيد استطاع أن يثبت أنه يدعم القضية الفلسطينية ويؤكد موقف تونس الثابت من هذه القضية شنوريكم في كل التطورات هذه ما تنسي واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفتور قادر